اليوم سوف نحضر بعض الأشياء سهلة في أخر لحظة نحضرها بطريق سي المهم هي عشق الجماهير لديها جماهيرية كبيرة لديها العشاق سوف نأخذ هنا بصيلة كونجلاتور كوسة جزر زيتون الأخضر زيت نباتية و الفلافل في الألوان سواء كانت عندكم الخضراء الصفراء اي حاجة بعد قطعت الخضر كل شيء قطعته مكعبات صغر البصل زيت نباتية ونجعل هذا الشيء يتشحر فوق نار مهيلة مهمة نحضر تقليل نضيف العطرية لديه لديه زينجبيل و الملح و الخرقم سوف نضيف طماطم تحلط اضافة الوصفة الاصلية اضافة غير روز بدون الخضار مقطعين بدون زيتون بدون طماطم اضافة اضافة الوصفة اضافة الوصفة نضيف الكفتة نضيف الكفتة نضيف الكفتة نضيف الماء نضيف الكفتة نضيف الكفتة دماء الطول نضيف الكفتة نضيف الكفتة نضيف كفتة نضيف الكفتة بgreكة نضيف الكفتة وتشكون تشاكل احضرته على شكل طايلة للأرز بالخضر وحاولت ان نقطحهم ونستعملهم مع طماطم وزيتون اخضر ونتعجبنا وها هي الطايلة التي تشربت السوائل تجربة نص طيبة نضيف مباشرة لتنعمر نضيف الفلفل اكيد نعمر لكن لم يحتفل لان الارز ستزيد نضيف حجم ويكبر حجم نتعجب البرزة يتوسع على خاطر هذا الشيء حتى نعمر الفلفل غير مهلا و لا يوجدها في الوقاف و يحمقوا على الوصف ويحمقوا على ارزل و يصيبوا يكلوها يوميا نحن نجد طيب العادية لتكميل الطياب لذا كانت أفضلها و أحب الكأس إلا ربع تقريبا لماء سخون بجدد طياب و نعطيها لولدي تكميل طياب لأنه يجب على البايلة ملحة ، زنجبيل ، زيت نباتية نحضر شرمولة ثم تشحر في هذه الأثناء اضافة الرباع انا عقزت صراحة نجيب دم الكنجلاتور فقلت ماليش و قمت مركز الطماطم تبع مكونات ثم تضيف ملخ نضيف قليلا من الماء ثم نضيف مكونات نضيف فوق نار نحل العلق فلافل ونسقيهم من الداخل بذلك المراق باحتى ذلك الأرز يتنسم لي من ذلك المراق اللي كي يطيب فيه وأصلا الأرز طيب نص طيبة فأنا غراضي كذلك يتشرب لي ذلك المراق يتنسم وفي نفس الوقت غادي يطيب لأنه غادي يتشرب من المراق ويندفاخ ويأتي لديد هاد الشي اللي كاين كل مرة كنعود ذلك العملية كتشوفوا المراق تبارك الله طلق يعني لأنه طيب على نار مهيلة وفي الأخير كتشوفوا أنه دك شيء تلباها وتعلك وجواها قف المهم شيء حاجة لديدة بزاف 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 ممكن جدا إلا كنتوا تبغيوا تضيفوا لوليداتكم فوق منهم فوق ديك لاصوس مثلا البيض تهرسوا البيض قبل ما تطفوا عليها بواحد الخمس دقائق وتغلقوا عليه فغادي يعطيكم بحل شكل بيض وماطيشة زائد فلافل معمرين هاد الشي اللي خليتها الولدي هاد هي الكمية اللي اعطيتها له بعدها بدا باشتوا من حركته من حركته راه هو كان مر الكاميرا يستننا لأن العشق ديك كما قلت لكم هي بطايلة فهنا يا غادي اندوزوا باش نقطع معاكم هكا واحد الوحيدة منيضر ولا أرواح كان قدمها أنا في أطباق فرضية أنا قلتها لكم من قبل ولدتي تقريبا كان نحط غفل أطباق الفرضية كل واحد يقبض قدامه ذاك شي يرسيونه كما كان قولوا يأكل على راحته قليل في ندير هكا طبق عائلي في الكوسكوس هذا هو اللي كان دير فيه طبق عائلي أما الشي الأخر كل شي فأطبق فرضية يأكلوا على راحتهم وفي نفس الوقت كان نحس ان ذاك شي كي يجي أحسن من طبق رئيسي مهم كل واحد وطريقة نتاعه فهنا يا هذا ما كان هنا هادل اقتراني غيعة وطلها البنات باش نكمل الوقت القانوني نتاع اليوتيوب ثمانية دقايق راماشي خاطرنا ما احنا تمنينا اننا نديرو حتى زرج دقايق في الفيديو ما نتكلموش بزاف ونديرو الضروري الضروري لكن اليوتيوب يفرض علينا انه نحطو ثمانية دقايق الى بغينا ندخلوا الاشهارات زعما هاد الشي اللي كاي نغيبش يكون في علميكم مهم احنا رانا عائلة وحدة ونبرتاجي وكل شي وباش تعرفوا زعما هكا علاش كان طولو شي مرات في الفيديو وخايكون شي حاجة اللي متستاهلش كما كان قولوه لكن هذا نضمن بانه يستاهل لانه نتكلم في جميع التفاصيل فما تنسونيش من لايكاتكم ما تنسونيش من البرتاج ديالكم وما تنسونيش من تعليقاتكم الزوينة وان شاء الله هادل ايام غدي نباشرو في تحضير حلويات العيد في امان الله السلام عليكم هم